موسيقى حياكم الله تزايدت في الأوينة الأخيرة الدعوات لعودة الجيش إلى الحكم في مصر بعد استفحال الأزمة السياسية بين الرئاسة والمعارضة تظاهرات اليوم كانت شعاراتها الاستنجاد بالجيش في مواجهة النظام أما وراء الكواليس فيحكى عن مفاوضات تجري بين الرئاسة والمعارضة مفادها ثني المعارضة عن مقاطعة الانتخابات والحوار الوطني إقالة الحكومة دون إقالة النائب العام مقابل المشاركة في الانتخابات عرض رئاسي وفقا لما تنقله بعض الصحف المصرية المعارضة التي تجمعها مطالب محددة يقال إن قياداتها تتباين في مواقفها من عودة الجيش إلى السلطة في المحور الأول من حلقة اليوم نناقش العلاقة بين الجيش ومؤسسة الرئاسة على أن نخصص المحورين الأخيرين للحديث عن مقاطعة المعارضة لكل من الحوار والانتخابات القادمة معنا للنقاش من القاهرة اللواء السابق في المخابرات ومدير المخابرات المصرية سابقا اللواء محمود زاهر ومعنا من القاهرة أيضا السيد أسامة جادو القيادي في جماعة الإخوان المسلمين وكذلك من القاهرة أيضا الدكتور حسام عيسى القيادي في حزب الدستور وعضو جبهة الإنقاذ المعارضة نرحب بضيوفنا جميعا ونبدأ الحوار بعد تقرير لمراسلنا في القاهرة أحمد مهران الأحزاب الإسلامية في منافسة مع نفسها هكذا يمكن وصف معركة الانتخابات التشريعية المقبلة بعد أن أسفرت مواقف القوى السياسية عن مقاطعة أغلب الأحزاب الليبرالية واليسارية للاستحقاق الثالث بعد الثورة جبهة الإنقاذ المعارضة تراهن على انضمام الشارع إلى موقفها لنزع الشرعية عن الانتخابات احتجاجا على إجرائها في ظل حكومة تابعة للرئيس محمد مرسي لا انتخابات دون قانون يضمن نزاهة العملية الانتخابية ولا حكومة تطبق هذا القانون تكون محلة لسقة الناس ولا انتخابات بغير استقلال حقيقي بالسلطة القضائية ورفع حصار الحقيقي المفروض الآن عن المحاكم بالترهيب والترهيب استعدادات الطيار الإسلامي لخوض صباق الانتخابات تكشف عن قوائم إسلامية متعددة غير متحالفة تتنافس لنيل النصيب الأكبر من مقاعد البرلمان في ظل غياب منافسة قوية من المعارضة التي باتت تواجه اتهامات بهروبها من مواجهة غير متكافئة مع الأحزاب الإسلامية صاحبة اليد الطولة في كل الاستحقاقات السابقة هم بالنسبة لهم الانتخابات هتبقى شهادة نوت لأنها هتبقى المرة الستة اللي يظهر حجمهم المتدني في الشارع فهم عايزين يخرجوا من أي استحقاقات انتخابية على أمل أن يأخذوا من خلال الضغوط اللي بتتم في الشارع والعنف اللي بيمارس والتخريبي اللي بيحدث إلى اخطاع سلطة الرئاسة لمطالبهم وهذا لن يحدث ولا يزال الاحتقان السياسي طاغيا على الساحة المصرية قبل أسابيع من انتخاب أول مجلس نيابي بعد إقرار الدستور في ظل استمرار العصيان المدني بمدن القناة وانتقاله إلى مدن الدلتة وتصاعد دعوات بعض قوى المعارضة لعودة العسكر إلى حكم البلاد ردا على مزاعم أخوانة الجيش دعوات تصفها القوى الإسلامية بأنها محاولة للانقلاب على الشرعية التي أفرزت أول رئيس مدني منتخب في تاريخ مصر الحديث معنا الآن مراسلنا من القاهرة محمد عارف محمد التجمعات اليوم يقال أنه كانت خجولة من حيث العدد هل بالفعل كانت كذلك؟ نعم بالفعل بدأت بعد عصر هذا اليوم عن تجمعات قليلة أمام المنصة الرئيسية وأمام قبر أزيندي المجهود وقبر الرئيس الراحل محمد أنور السادات في منطقة مدينة مصر شرق القاهرة الذين دعون هذه التظاهرات أعتبروا أن حدث هذه التظاهرات في هذا الوقت بالذات هو نوع من دق أجراس الخطر حول ما يسمى بأخوانة المؤسسة العسكرية الوطنية في مصر أنت تعلم أن الجيش من أهم المؤسسات هو من المؤسسات ربما الوحيدة التي لا تصنيف لها ولا أي تصنيف وفقا لدين أو وفقا لانتماء سياسي أو عرقي في مصر الجنية يدخل الجيش الجنية يجند مثل المسيحي أي طائق محمد أبرز الأطراف المشاركة في هذه التظاهر اليوم من كانت؟ هناك جبهة تسمى جبهة طوق النجاة تم تكسير هذه الجبهة وقامت بتكسير حزب جديد لها تسمى حزب البناء والإرادة والبناء حزب الإرادة والبناء وهذا الحزب يهدف إلى تحذير من أن الجيش هو خط أحمر ولا يجب أخوانها تحت أي ظرف وتطالب هذه الجبهة الجيش بالنزول للشوارع لإنقاذ مع تبرته أن هناك خطر محدق على المجتمع والدولة النصرية والأمن القومي النصري هذه هي ربما التي كانت تصدرت المشهد من حيث الاتلافات والقوة الثورية التي كانت قد تظاهرت والتي دعت لهذه التظاهرة هناك طبعا الكثير من المستقلين من المواطنين العادلين الذين جاءوا من بيوتهم على اعتبار أن هناك حالة من عدم تطبيق العدالة الاجتماعية واعتبروا أن الجيش هو الذي سيحقق وفقا بوجهة نظر هؤلاء الفعاليات اليوم ربما شابها بعض التوتر نتيجة إغلاق المتظاهرين لطريق الأوتوستراد الرئيسي الذي يؤدي إلى مدينة مصر أشكرك محمد وفقية الاجتماعي الذي سبق البدء في هذه الفعاليات نعم شكرا جزيلا لك محمد العارف مرسلنا من القاهرة أبدأ معك سيادة اللواء حضرتك مدير للمخابرات المصرية سابقا تعتقد هذه الدعوات الآن التي تطالب بعودة الجيش إلى الحكم إلى أي حد ربما الجيش يعني يتعامل معها بجدية ويراها ربما قد تكون يعني مشروعة أو ملحة بالفعل أولا بسم الله الرحمن الرحيم وتحياتنا لك يا أستاذ محمد أهلا بيك وأحب أؤكد أننا لم أكن مديرا للمخابرات صحيح أنا ظابط مخابرات حربية خريج من الكلية مخابرات حربية ولكن لم أكن مديرا للمخابرات أما موضوع أن الدعوات التي تنادي على القوات المسلحة بأنها تنزل للشارع أو تنزل بمعنى أصح لتهدئة الأمور أمنيا ووقوف التدهور الاقتصادي ولم الشمل سواء كان على مستوى الأحزاب أو الفئات أو الطوائف أو الطيارات بحيث تظل مصر كما هي وإن شاء الله ستظل على وحدة وطنية أساسية يمكن أن يقام عليها موضوع الديمقراطية والممارسة السياسية الحرة هذه الدعوة تأتي من إحساس ربما تأصل عند الناس مما يحدث الآن في الساحة الواقعية المصرية تحت سيطرة الحكم من جماعة الإخوان المسلمين أو ما يسمى بالانضمام إليها بالطيار الإسلام السياسي هل هذا لأن هناك فيه فعلا على الواقع عوارات شديدة وأحداث دامية وأحداث غير معروفة بالنسبة للمجتمع المصري أم هذا هو كما يدعي الطرف الآخر هي نوع من الفوضى المتبادلة بين من يحكم ومن لا يحكم هذا يتهم زاك بأنه صاحب الفوضى كيف يقرأ الجيش سيادة اللواء الآن الأداء السياسي للرئيس مرسي هل بنفس النظرة التي تراها المعارضة أم أنه أقرب إلى الرئاسة أم أنه له نظرة مستقلة أه والله شبا يا أستاذ محمد ده سؤال جيد جدا وعلينا نقف أمام المؤسسة العسكرية ولا أقول القوات المسلحة أو الجيش نعم لأن هناك من يدعي لكلمة الجيش أنا أحب الجيش إنما الرؤوس والقيادة فيها كذا هذا أمر مدسوس خارجيا ومفتون وله وضعه أنا أتكلم عن المؤسسة العسكرية بكل تكوينتها بكل إمكانياتها المعلوماتية والسياسية الممتدة على مدار حضارة مصر الأديمة والحديثة من محمد علي وحتى حكم الدكتور مرسي هذه المؤسسة دائما أبدا تنظر الأمور بمقياس الأمن القومي اللي بيبدأ أساسا بالتنمية الشاملة اللي هي المطلب الأساسي لأي سياسة من التعليم ليه 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 وحضرتك تعلم هذا جيدا إذن حينما تنظر المؤسسة العسكرية لأمر سياسي بتنظر فيه بهذه النظرة وبالتالي لما أقول هل هناك بينها وبين الرئاسة واقعة معينة أو حدث معين أو عصبية معينة الرد بيأتي أن المؤسسة العسكرية ليست فصيل وليست حزب وليست مؤسسة عادية وليست طيار ولكنها برطاقة أمن قومي مصري بتئيس اللي قدامها سواء كان شخص سواء كان مؤسسة سواء كان طيار بمقاييس الأمن القومي المصري ومن هنا هي نظرة عامة شاملة عادلة تنظر لمصلحة مصر فيها وتواءم هذه المصلحة إقليميا ودوليا دكتور حسام عيسى حضرتك قيادة في حزب الدستور استمعنا لأكثر من رأي داخل قيادات جبهة الإنقاذ هناك من حاول أن يقول أن مصر بحاجة إلى انقلاب عسكري أو أنها على أبواب انقلاب عسكري البعض واليوم ربما كان سيد حمدين صباح القيادة في الجبهة يقول أن الجيش يبقى أن يكون بعيد عن السياسة ومرتبط بالأمن القومي واستتباب الأمن هل من رؤية موحدة لدى قيادات المعارضة من التظاهرات والشعارات التي رفعت بدعوة الجيش إلى العودة إلى الحكم يعني شوف جبهة الإنقاذ النهاردة مواقفها أكثر اتحاداً مما كانت عليه من قبل خصوصاً بدأت بمسألة الانسحاب من الانتخابات وأظهرت تضامن كبير بين أقسامها المختلفة رغم الخلافات التي كانت موجودة في المناقشات إنما اتخذت موقف موحد أما قضية الجيش فلن بغي أن تطرح طرح سليم القضية مش قضية إن مين بيدعو الجيش للنزول ومن لا يدعو الجيش للنزول الجيش المصري تاريخه كله من محمد علي وحتى اليوم أنه مش مجرد حارس للحدود أنه في قلب الحركة الوطنية المصرية هكذا كان الحال في جيش محمد علي كان الحال وبشكل أوضح في جيش أحمد عرابي اللي خرج ضد الشرعية ضد الخديوي توفيق بيقوله إنك لا تستطيع أن تستعبد الناس ما كانتش قضية حدود ولا حرص حدود كانت قضية الحركة الوطنية المصرية كذلك كان الشأن في عصر عبد الناصر عبد الناصر خرج لأن مصر كانت لا تلعب دورها وكانت في مرحلة تحلل كبير جدا ملك فاسد وحرب فلسطين خسرت بفساد المتآمرين على الجيش وأيضا بسبب أوضاع الاقتصادية الفلاحين المهمشين هل تقصد دكتور حسام أنه الآن دكتور عيسى هل الجيش الآن هو ليس في صلب الحركة الوطنية كما تراه الآن وبالتالي هل المطلوب من الجيش أن يكون بسطوة أكثر جدية في التعاطي مع الرئاسة لا أنا ما كانش علاقته أنا علاقته بالأمة والوطن المصري إذا كان الوطن المصري في خطر داخلي أو خارجي فالجيش دائما لن يسبح إطلاقا بأن الدولة التقليدية المصرية الأمة المصرية بعنصريها وبتكونها أنها يكون محل خطر إذا حد عبث أو حاول أن يعبث بذلك فالجيش المصري بالتأكيد واجبه الأول لأنه هو مش واجب موسي المحافظة على الحدود وعلى النظام الدستوري وعلى النظام الجمهوري ولكن على تماسك الأمة وتماسك الدولة الدولة المصرية النهاردة في خطر الدولة المصرية ممزخة الأمة المصرية ممزخة وبالتالي على الجيش ماذا يفعل؟ عن هوى الأمة فالجيش بداهة أنه يراقب هذا الوضع يرقبه عن كثبه عن قرب واعتقد أنه واجب الجيش إذا حس بأن فيه خطر نعم أنه يلعب دور إما الدور في توحيد صفوف هذه المكونات الأمة رغم أنفها لكي تخرج من الأزمة أو أنه يستلم السلطة بدلا منها إذا كان فيه خطر على الأمة إذن الأمر تقييم نسبي بالنسبة لقيادة الجيش دعني أسمع وجهة نظر سيد أسامة جادو سيد أسامة طبعا كان فيه إشاعات فيما يتعلق بإقالة وزير دفاع السيسي الرئاسة خرجت ببيان تنفي ذلك وقالت العلاقة جيدة الآن بعد هذه الدعوات إلى الجيش للتحرك والعودة والنزول إلى الميدان هل هناك قلق الآن لدى مؤسسة الرئاسة لدى جماعة الإخوان المسلمين لدى حزب الحرية والعدالة من أن يؤثر ذلك على مؤسسة الجيش وبالتالي ربما تغير حساباتها خلافا لما تعتقد الرئاسة حاليا بسم الله الرحمن الرحيم تحية لك أستاذ محمد ولضيفيك الكريمين وللمشاهدين الكرام نحن في لحظة تاريخية بتمر بها أمتنا المصرية وينبغي أن يكون كلامنا وحديثنا يعني على قدر المسؤولية أنا عندي ثلاث نقاط اسمح لي أن أتكلم في النقطة الأولى عن مكانة الجيش وتقديري فالجيش المصري والقوات المسلحة والعسكر أي مكان المصطلح الذي تحبون أن تستخدمونه هو محل إعزاز وتقدير للشعب المصري يكفي أن تعلم أن أمجاد الشعب المصري وأعياده الوطنية والقومية مرتبط ارتباط هذا محل اتفاق لدى جميع المصري وربما لدى العرب جميعنا النقطة الثانية دكتور أسامة النقطة الثانية سيدي ما يتعلق بالعلاقة بين المؤسسة الرئاسة بين الرئيس الدكتور محمد مرسي وبين الجيش ينبغي أن يدرك الجميع أن الرئيس المصري رئيس جمهورة مصر العربية هو القائد الأعلى للقوات المسلحة وهو صرح بهذا كثيرا وأكثر من مرة وآخرها منذ يومين على أن الجيش محل تقدير كامل له وأنه يعمل على دعم الجيش وعلى إعزاز الجيش وعلى تقوية دوره وإبكاناته ورفع كفاءته التدريبية والمهنية والحرفية النقطة الثالثة أنا ألمح في حديث الدكتور حسام شيء من الغزل المغرد الذي يريد أن يصدر صورة أن الجيش واقف ومستعد ومتأهب وفي أي لحظة ممكن ينزل ويحل الأزمة التي فشلت جبهة الإنقاذ وغيرها من الطيارات المعارضة التي فشلت في الاستحقاقات النيابية وفشلت في ميزان الديمقراطية فاليوم بعض الجبهة بعض الطيارات السياسية التي فشلت في الديمقراطية واختبارات الديمقراطية جاية النهاردة تستدعي القوات المسلحة والجيش وتغازل الجيش وعايز الجيش ينزل يستلم السلطة وهذا متزامن مع الحديث الذي أدل به أحمد شفيق منذ ثلاثة أيام وهو يقول أن الجيش ليس سيسكت الجيش سينزل وغير ذلك هذه نقطة خطيرة جدا مصر بعد الثورة غير مصر قبل الثورة وإحنا بنذكر للجيش المصر والقوات المسلحة سيد أسامة أرشأ أن تبقى معي لأنه فقط سيبقى معي في المحور الأول سيادة اللواء فقط في المحور الأول سيد أسامة سيد أسامة لتسليم السلطة في 30 يونيو 2012 طيب أتحول إليك سيادة اللواء لأسأل طبعا محللين كانوا يقولون أن انتخاب الرئيس مرسي كان بتفاهم مع الجيش يقتضي بأن الحكومة لن تتدخل في مصالح الجيش ولن تسعى إلى تغيير رؤيته الراسخة للأمن القومي مقابل أن يدعم الجيش دعما كبيرا لمرسي وأنصاري هل بالفعل أنه كان هناك صفقة بين الجيش وبين مؤسسة الرئاسة حول أنه كل جهة تأخذ دورها في مصر الجديدة أولا بالنسبة للإجابة على هذا السؤال حضرتك وسبق أن أعلنها وطلعت بيانات رسمية من المؤسسة العسكرية ومن المتحدث الرسمي بيها لم يكن في يوم من الأيام ولن يكون كما أوردت لحضرتك في الحديث أن بين المؤسسة العسكرية وأي شريحة سياسية أو حزب أو طيار نوع من الاتفاق أو نوع من الصفقة زي ما بيت قال أو مثل هذه الأمور أنا أكدت لحضرتك أن القوات المسلحة المصرية ومؤسستها بالكامل هي أمن قومي لا ترى زيد من عبيد ولا الفصيل الفلاني ولا الفصيل الترتاني ومع احترامي أنا لا أقبل أن هناك من يغازل القوات المسلحة أو المؤسسة العسكرية وهو حديثه منضبط وواضح تماما في إطار تاريخي لا المؤسسة العسكرية ليس بينها وبين أحد صفقات وأكدنا على نقطتين أثناء قيادة المجلس الأعلى القوات المسلحة لمدة 18 شهر أنه يريد التحرك في إطار قانوني وتأهيل البلد إلى ديمقراطية سياسية طيب سيادة اللواء طبعا سامين لك وهو لواء محمد عبداللطيف طلبة يقول أنه مصلحة الأخوان والجيش في عدم الصدام حتى لا يحدث انقسام بين صفوف الشعب وبالتالي يعني يعني ينظر إلى أنه المؤسسة العسكرية ربما أو القوات المسلحة تنظر أنه استدباب الأمن مع بقاء الرئاسة كما هي أنه أمر مطلب ربما يصف في الأمن القومي المصري بشكل عام هل ترى بالفعل أنه هذا موقف نهائي حتى لو تفاقمت الأمور واستمرت الأزمة السياسية كما هي الآن في نقاط محددة حضرتك أكد لحضرتك معلومات المؤسسة العسكرية مؤسسة شرعية وتلتزم دائما بالانضباط الشرعي احنا تعودنا على هذا احنا ناس عندنا نوع من الانضباط بالقانون وبالشرعية التي يرتضيها الشعب هذه أول نقطة ثاني نقطة ليس للمؤسسة العسكرية وللمرة التالت بأكد إنني أرضى عن فلان وأغضب على فلان وأتعامل مع فلان ولا أتعامل مع فلان احنا بصينا الأمر رحل الشعب الشعب بطريقة أو بأخرى بوجدان سليم بوجدان مغلوط بي 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 طلع على السطح والسطح السياسي جماعة معينة أو فصيل معين هنا القوات المسلحة والمؤسسة العسكرية تقف داعمة للسياسة ومن يسسها طالما بي يسوس بطريقة سليمة تصب في مصلحة الشعب بكلمتين سيادة لواء بكلمتين هل تخشى من انقلاب عسكري أم لا أولا ليس لدينا أي نية ولا القوات المسلحة نية في موضوع انقلاب عسكري ولكن نقطة أؤكد عليها وأشار إليها الدكتور حسام بكلام واضح وسبق أشارنا إليها المؤسسة العسكرية حينما ترى أن الأمن القومي المصري بمعناه الشامل الذي يبدأ بالمواطن وينتهي بالمواطن والأرض والتاريخ والحضارة وكل المعاني السياسية التي يحتويها حينما يتعرض لخطر شديد فلن يكون هناك مانع إطلاقا فإنها تقوم تؤدي دورها وتؤدي مسئوليتها ليس بغرض الحكم أو السيطرة عليه في نقطة لا في نقطة المؤسسة العسكرية المؤسسة العسكرية وهذه معلومات لا ترغب ولا تحب ولا تستحب أنها تكون في المشهد السياسي أو بتحكم لأن هذا فيه جزء من الطعار على المستوى العالمي وعلى مؤسسة مصر التاريخية فإنها تكون في المشهد السياسي رغم أنها جزء أساسي وأصيل وعريض في السياسة المصرية منذ أن عرفت نصر شكرا جزيلا لك اللواء السابق في المخابرات المصرية محمود زاهر كنت معنا من القاهرة مستمرون معكم مشاهدين في هذه الحلقة مع ضيفين طبعا الكريمين من القاهرة بعد الفاصل نتحدث في المقاطعة للانتخابات وللحوار من قبل المعارضة نحييكم من جديد مشاهدين إلى حديث القاهرة نتحدث فيه الآن عن مقاطعة المعارضة للانتخابات والحوار الوطني معي من القاهرة سيد وسامة جادو القيادة في جماعة الإخوان المسلمين معي أيضا الدكتور حسام عيسى القيادة في حزب الدستور وعضو جبهة الأنقاذ المعارضة دكتور حسام عيسى اليوم في صحيفة الشرق الأوسط تنقل عن مصادر في المعارضة بأن حزبي الوفد والمصري الديمقراطي الاجتماعي قد يعدلان من موقفهما بمقاطعة الانتخابات البرلمانية هل من معلومات بالفعل على أن هناك أكثر من رؤية فيما يتعلق بهذه المقاطعة؟ المناقشات اللي دارت كان فيها كل الآراء إنما الخط النهائي كان الالتزام بما تقرره الأغلبية يعني كان فيه في الجبهة طرفين مصرين على دخول بيروا أن دخول الانتخابات في هذه المرحى قد يؤدي إلى نتائج أفضل من الرفض الدخول ولكنهما انصاعوا في النهاية لرأي الأغلبي وليس من بينهما حزب الوفد حزب الوفد من أكثر الأحزاب إصرارا منذ البداية على عدم دخول الانتخابات يعني هذه المعلومات فيما يتعلق بتعديل الموقف ليست صحيحة؟ لا أعتقد أبدا حزب الوفد لا أظن أن حزب الوفد كان مصر طيب في صحيفة الشروق على الانسحاب دكتور حسام في صحيفة الشروق وكذلك في صحيفة المصرين تم الحديث أو المصريون تم الحديث عن وساطة تقدمت بها جهات قريبة من الرئاسة إلى المعارضة على أن يتم تغيير الحكومة مقابل المشاركة في الانتخابات إقالة الحكومة دون إقالة النائب العام هل من معلومات بالفعل عن وساطة الآن تجري من قبل مؤسسة الرئاسة معكم في المعارضة؟ لا 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 توجد معلومات الآن عن مثل هذه الوساطة وأنا أستبعد تماما أن تقبل المعارضة أي حل لا يقصي النائب العام النائب العام نحن عارفين أنه جاء بالمخالفة للشرعية بالمخالفة للدستور وبالمخالفة للقانون وهذا الرجل أثبت في عمله أنه ليس وكيل وكيل عام وكيل النائب العام عن الشعب المصر وإنما الشعب بيسخر منه ويقول أنه النائب الخاص أو النائب الملاكي لجماعة الإخوان المسلمين هذا الرجل الذي طلب من واحد من المستشارين العظام المصريين أنه يحبس 45 واحد فلما قال له أنهم لم يرتكبوا شيئا قال له مش مهم احبسهم عشان اللي مرة يخافوا لما هذا يحدث من نائب عام وتستبقيه الجماعة الفاشية التي تحكم مصر لبقى معنى ذلك أنه على مصر السلام الآن معي دكتور فريد زهران ما حد يشكلمني على شرعية السندوق تسمح لي شرعية النظام القانوني دكتور حسام إلى ما ينتهي حكم القانون ليس هناك شرعية طيب معنا الآن سيد فريد زهران وهو يعض في الحزب الديمقراطي المصري الاجتماعي مرحبا بك يا دكتور فريد ما صحة المعلومات بالفعل على أنكم ربما تعدلون في الموقف أنتم وحزب الوفد من إمكانية المشاركة في الانتخابات في حال تم تقديم ضمانات لكم يعني أنا لا أعرف مصدر هذه المعلومات نحن في الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي من بين أحجاب جبعة الإنقاذ التي التزمت بجبعة الإنقاذ كل الالتزام بعض الأحجاب الأعضاء في جبعة الإنقاذ كانت قد اتخذت مواقف من الانتخابات وبين اجتماع جبعة الإنقاذ الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي وبصرط النظر عن الاتجاه داخل الحزب كان داعم لأي فكرة لكن هو التزم منذ البداية بقرار جبهة الإنقاذ وفوض المكتب السياسي وقوضت لها العليا دكتور محمد أبو الغار هل من شروط دكتور فريد بأن يعبر عن وجهة نظر الحزب وينتهي قرارنا لما ستنتهي إليه جبهة الإنقاذ هل من شروط للمشاركة في الانتخابات دكتور فريد بعيدا ربما عن إقالة النائب العام ربما تنحصر في ضمانات نزيهة مراقبة دولية للانتخابات إشراف تام من قبل القضاء المصري على سبيل المثال الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي وأحجاب جبهة الإنقاذ كانت قد طالبت 12 ضمانة لنزاية الانتخابات لماذا نقاط على الانتخابات؟ نحن لا نقاط على الانتخابات لأننا نخشى من الصندوق نحن لا نقاط على الانتخابات لأننا نرى أن نجاح متين عضو أمر اللقيمة له نحن نقاط على الانتخابات لأننا نرى أنها ستتم تزويرها كما تم تزوير الاسستاء نحن نرى أن هناك ضمانات لابد من توفرها وأن هناك أجواء سياسية لابد أن تدور في ظلها الانتخابات إجراء الانتخابات في ظل أجواء احتقاني السياسي الحالي إجراء الانتخابات بدون الضمانات التي طلبنا بها معناها أن هذه الانتخابات ستعكس تزوير لإرادة الناخبين ولم تعكس إرادة الناخبين ومن ثم تحققت بعض مطالفنا طبعاً نحن نضلنا نحن قدمنا تضحيات جابة الإنقاذ وشبابها ورجالها قدموا تضحيات جسيمة ومن ثم نجحنا في انتزاع بعض الضمانات لكن الضمانات الأخرى نراها أيضاً ضرورية ومهمة ومن بين أهم الضمانات هو التجاوز حالة احتقان السياسي السبب فيها تعامل وطائفة جمهورية دكتور فريد زهران القياد في الحزب الديمقراطي المصري الاجتماعي شكراً جزيلاً لك سيدة أسامة جادو هل من تعقيب حول المعلومات التي كنا بصدد قراءتها نسبة لبعض الصحافة العربية وحتى المصرية من أنه وساطة من قبل الرئاسة تجري الآن مع المعارضة حول حلحلة الأمور أو إمكانية مشاركة هؤلاء في الانتخابات القادمة شكراً سيدة محمد أنت أعطيت مكالمتين وفرصتين لجابة الإنقاذ فأعطيني مثلهما من الوقت أنت كريم تفضل يلا فرصة واحدة النقطة الأولى يعني أنا يؤسفني أن أسمع هذا الكلام من الأستاذ الدكتور حسام عيسى وهو أستاذ له مكانته العلمية وقانونية في أنه يعني يغرد خارج صرب القانونيين والدستوريين يدعي أن النائب العام يعني غير شرعي غير قانوني بينما هو كما يعني قادت بذلك محكمة جنح مستأنف الأسباكية في الأسبوع المنصرم بأن تعيين النائب العام الجديد يعني المستشار طلعت عبد الله إنما هو تعيينه قانوني 100% وأن من يقول غير ذلك عليه أن يثبت ذلك النقطة الثانية وهو آخر تصريح صدر عن المجلس الأعلى للقضاء وهو الجهة الوحيدة دستورا وقانونا الممثلة للقضاء يعني يؤكد على شرعية النائب العام أما مسألة بقى الخوض في كفاءة وإمكانية المستشار هذا يعني أحيله إلى النيابة العامة هي التي ترد على ما عن الوساطة؟ يا سيد الفاضل مع ما يتعلق بمسألة أن يتدخل النائب العام مع المستشار فلان الفلان ويوجهه يا سيدك أنت تعلم والقانونيون يعلمون جميعا أن كل وكالات النيابة والرسائل النيابة ومدير النيابة والمحامون العامون والمساعدون إنما يستمدون شرعيتهم وقانونياتهم وأهليتهم للتصدي للدعوة العامة من خلال أنه مكلاء للنائب العام فالنائب العام هو الأصيل وما عداه إنما هو وكيل العام لو تجيبني الآن على سؤالي سيد أسامة كما يتعلق بالوساطة بين الرئاسة والمعارضة؟ ما يتعلق بموضوع الكلام التي تفضل ضيفاك الكريمان وتحدث فيه عن ضمانات الانتخابات أنا أرى أن الموقف السياسي الذي وقفته الآن وتقفه جبهة الإنقاذ دائما طوال الستة أشهر الباضية إنما هو موقف الهروب من المسئولية والهروب من الاستحقاقات الدستورية والهروب من مواجهة الشعب المصري وأما الادعاء بأن إحنا كيفين من التزوين 14 جولة في خلال أقل من سنتين خاضها الشعب المصري من 19 مارس 2011 سيد أسامة أنا سنتك سؤال مباشر فيما يتعلق بمعلومة سيد أسامة بين استفتاءات ومجلس شعب وشورة ورئاسة جمهورية وإعادات وكل هذا إحنا ما تبين للرأي العام أن فيه شبهات تزوين لم تجبني في وسط أم لا يوجد وسط الآن حكمة الفاشرين الخاصرين دائما هي التزوير والتحقق بالتزوير لم تجبني عسوها أن يجي الجبهة تناقش اليوم ما هي الضبانات التي تطالب بها وما هي الإجراءات المرات اتخاذها وهل عجزت وقصر القانون الحالي عن توفير هذه الضبانات فنطلب المزيد وإحنا رأينا الأسبوع الماضي في اللقاء الذي دعا إليه رئيس الجمهورية وحضرته بعض الأحزاب وقطعته أحزاب أخرى وحضرته بعض الشخصيات العامة تحدثه عن بعض الضمانات اليوم كان ممنوح فرصة أخرى أن من عنده طلبات أو ضمانات يقترحها من أجل نزاهة ومن أجل شفافية أمثل فليتقدم بها وأنا بقول لحضرتك إحلك إخوان المسلمين كحرية وعدالة مع أي ضمانة من الضمانات التي يطالب بها أي بصير حتى تأتي النتائج سيد حزام عيسى فيما يتعلق بهذه النقطة اكتوينا قبل كده من التزوير ولن يكون هناك تزوير بإذن الله سيد عيسى فيما يتعلق بهذه الضمانات أي ضمانات تطالبون بها قد تقبل بها مؤسسة الرئاسة فيما يتعلق بالنزاهة هل هذا سيدفعكم إلى تغيير رأيكم في المشاركة من الانتخابات أريد أن أسأل أيضا فيما يتعلق بالضغوط الأمريكية يقال عن رغبة أمريكية لكم بالمشاركة هل من معلومات أيضا حول هذا الموضوع؟ طبعا زي ما أنت عارف أن الولايات المتحدة هي أكبر داعم للأخوان المسلمين الآن والعلاقات الحميمية بينهم معروفة للجميع بس أنا قبل كده عاوز أرد أقول كلمة واحدة هو بيهددني الأخ بتاع الحرية والعدالة بالنيابة تقدمني معرفش لإيه هو فكرني هخاف هو أنا بأبدي رأي شوف هو بيتكلم عن أنهم بيمتلكوا النيابة العامة بيقولك هجروا عن نيابة بيهددني على دا أكبر دليل عنهم بينظروا للنيابة الآن على أنها صرع من دخوان المسلمين النقطة أنا أعود أقولها هو قبل ما تتكلم يا دكتور حسان قبل ما ترد علي اسمعنا أنت تقنبت ما تتعطعني أنا ما أتعتك بتعطعني ليه بتعطعني ليه بتعطعني ليه هذه الفجية بتعطي الإخوان هو يقول أنه تفضل سيد عيسى تفضل أولي يزكت الأول لا لا تفضل تفضل خلينا نترفع هو أفكر أن هم عجب يحكموا البنز تفضل الحديث دكتور دكتور تفضل أكمل يا سيد الفاضل المطالب واضحة حكومة محايدة تتولى إجراء الانتخابات تغيير النائب العام الذي تم تعينه بالمخالفة لكل الأعراف والقوانين تلاتة التحقيق في القتل الممنهج الذي تمارس وزارة الداخلية الإخوان ضد شباب الثورة وضد أهالي بورسعيد هذه شروط أساسية قبل الدخول في أي انتخابات طيب أعود إليك سيد أسامة جادو إذا كان لديك تعقيق سريعا قبل أن أذهب إلى فاصل تفضل بشارك أنا أسأل الدكتور حسين منين جاء مسألة أنا بهدده بالنيابة أنا قلت أما ما يتعلق بمسائل الفنية والملاحظات التي أبدأت دكتور حسين على أداء النائب العام هذا الذي يرد عليه والذي يدفع عن النائب العام هي النيابة العامة أنا لست متحدثا عن النائب العام أما فيما يتعلق بشرعيته وقانونيته فأنا دارسه للقانون كما الدكتور حسين دارسه له وكما هو يدرسه فأنا يعني ما يتعلق بالدستور والقانون راجعته للدكتور حسين فيه أما ما يتعلق بممارسة وطبيعة ممارسة البستشار العام النائب العام فهذه يرد هو عليه أما ما يتعلق بموضوع الضمانات ضمانات الانتخاب احنا بالأول يا جماعة احنا قصاد فرصة تاريخية اليوم أن كل القوى السياسية وكل الأحزاب السياسية كل أبناء مصر الشرفاء الوطنيون يتقدموا اليوم لشعبهم ويعرضوا أنفسهم على هذا الشعب ويستطيعوا أن يحققوا كل ما ينادون به وأنا أرى أن في فرصة تاريخية ذهبية متاحة اليوم لأتحب الدوافع للمشاركة في هذه الانتخابات سيدة أسامة بعد فاصل لجابة الانقاذ عايزين تغيروا فقم أقصادكم المجلس النواب نذهب إلى فاصل ونعود إليك سيدة أسامة يبدو معم يسمعنا فاصل ونعود إليكم مشاهدينا تابعونا نحييكم من جديد مشاهدينا أعود إليك دكتور أسامة أسامة جادو صحيفة هارتس اليوم تقول أن خوف الرئيس مرسي من تأجيل الانتخابات من شأنه أن يكلف الإخوان تآكلا إضافيا في قوتهم البعض يقول أن السبب الأساسي للإصرار على هذه الانتخابات هو الحرص على ما تبقى من شعبية الإخوان وليس كما يقول البعض الحرص على وجود مؤسسات دستورية شرعية في الظل الأزمة القائمة حاليا في مصر غير صحيح هذا القول أستاذ محمد يعني مسألة الشرعية أو تآكلها هذه الدعاءات ادعاها كثير من الأطياف السياسية والقوى السياسية وقابت الإنقاذ بتقول هذا الكلام وأنا بقول لو كنتم صادقين في هذا التقييم ها يتقدموا وخشوا المعترك السياسي لماذا الخوف من تغيير الحكومة سيد أسامة إذا كان الأمك كذلك؟ ومتازوا خوفة أن الإخوان شعبيته قلت وترجعت في الشارع المصري وخشوا مكانهم لماذا الخوف من تغيير الحكومة سيد أسامة؟ أن تتآكل الشرعية وتآكل الشعبية وبعدين في نفس الوقت يهربون هم من هذه الاستحقاقات ومن مواجهة هذا الشعب النقطة الأساسية هو الدافع الذي جعل الرئاسة وجعل الشعب البصري من حوله حريصين على الوفاء بهذه الاستحقاقات أن الدستور هو الذي أوجب على الجميع هذا الأمر والسبعتاشر مليون مواطن مصر اللي طلعوا وصوتوا في الاستفتاء على الدستور هم الذين أوجبوا على الجميع وعلى كل القوى السياسية دي استحقاقات ستين يوم من تاريخ الموافقة على الدستور يتم الدعوة لإجراء الانتخابات وهذا ما حدث إذا هو تماشي مع الدستور وليس ضرب محدد من قبل الرئاسة سيد عيسى القيادة في جماعة الإخوان المسلمين الدكتور أحمد عارف أو المتحدث بالأحرى عن الجماعة يقول عبر تويتر أن حالة الجدل والمراء السياسي ستنتهي بعد تحديد الأوزان النسبية عبر صناديق الاقتراع القادمة يعني الأخوان يراهنون على أن هذا الجدل وهذا المراء سينتهي مباشرة بعد أقفال الصناديق هل تعتقد أن ما بعد هذه الانتخابات في حال أجريت في وقتها سيكون هناك كلام آخر للمعارضة يعني أعتقد أن الانتخابات لن تغير شيئا لا من الاحتقان الحالي لأن أسباب الاحتقان مش هيئة مجلس الشعب لا من الاحتقان الحالي ولا من غضب الناس ولا من فشل الإخوان يعني هو العوامل للعملة الأزمة في مصر أولا فشل يعني فادح في إدارة أمور الدولة ما عندهمش غير حاجتين بيقولوها إن دول كفار وإحنا مؤمين وهذا سخف وعربدة أخلاقية إنك تكسب الانتخابات بإنك تتهم الآخرين بالكفر ما عندهمش حاجة تانية ما فيش برنامج ما فيش حاجة هو شوات زيت وسكر يعود يوزعه على الناس ويتهم الآخرين بالكفر عبر المساجد وبيتكلم عن ديمقراطية أي الديمقراطية في تكفير الناس بصفة مستمرة هي الديمقراطية زيت تزوير الانتخابات فهما بيعتمدوا على إيه على أنه يسيطروا على الداخلية يسيطروا على النيابة العامة وبالتالي يسيطروا على مفاتيح التزوير هم يقولون لكم أنه تقدموا بأي ضمنات تريدونها لإنجاح انتخابات شفافة ونزيهة وصادقة أنتم لا تلكون هذا المطلب وكما يقول قبل قليل لسيد أسامة يا سيد الفاضل سبني أرد الله يخليك ودخلنا حوارات قبل كده نتائج هيسألوا عن نتائج الحوارات اللي قبل كده ماذا كانت نتائج الحوارات المسمى وطنية عبث في عبث في عبث اتفقوا على أشياء وراحوا بيها المجلس الشورى قال لهم والله الكلام ده ما يلزمناش يعني مصخرة أي حوار وطني تم وما هي نتائجه حتيجي النهاردة الحوار الجديد الرئيس بورسي قبل انتخابه وقف في فندق فرمونت ومعه فصيل من أنصار المجتمع المدني وقال لهم وعود وقال بمجرد انتخابي سأعيد تشكيل الدستورية قبل أن ينتخب عشان يحظى بأصواتهم وحظى بأصوات الثوار ونجح بسببها ولما نجح قال للثوار نجحت بفضلكم وبعدين عمل لم ينفذ وعدا واحدا من وعوده طيب هل المقاطعة هي أفضل لماذا أفضدقه اليوم دكتور عيسى هل المقاطعة هي الأفضل البعض يقول أنه ربما قد تكون انتحار سياسي وهي معارضة سلبية بالمرة أنا شخصيا بأرى أن الوضع حاليا يتصاعد ضد الإخوان وفي صالح المعارضة إذا إحنا قتلنا هذه الروح بأن إحنا نعطي شرعية لهذا الدستور الآثم هذا الدستور بأن إحنا ندخل انتخابات تتم في ظل دستور تم تمريره بهذا الأسلوب دستور أدخلت عليه مادتين في آخر يوم وكتب عنهم المستشار طارق البشري الإسلام العظيم المعروف أن هذا تدليس تدليس سماه كده وبحدش يقدر يقول أن الطارق البشري من أعداء الإخوان أو الطيار الإسلامي كيف يمكن أن نعطي شرعية لهذا ونقتل الحركة الثورية الموجودة في البلد الآن سيد أسامة إضافة إلى ما يقول الدكتور عمر موسى يقول للسي أني أن ليس من الممكن الانشغال حاليا بإجراء انتخابات أو أي شيء آخر في ظل هذا الوضع الاقتصادي المتراكم نحتاج إلى تركيز لمدة عشر سنوات فيما يتعلق بالاقتصاد على الأقل بعد سنة تجرأ هذه الانتخابات كل هذه الأمور ضربها الرئاسة ضربتها الرئاسة بعرض الحائط كما تقول المعارضة وأسرت على ما يقال بأنه انتخابات دستورية إلى ما هنالك ونحن نرى أن الوضع الاقتصادي برمته يكاد أن ينهار كنت أود أن الدكتور حسام يعني يتحلى بشيء من الصد وإن نحن يكون حوارنا موضوعيا وإن يعني يتخفف من الألفاظ اللي بتقول عليها يقول بسخارة ويقول عربدة ويقول كفر ويقول تكثير ويقول الدستور الآثم وهو أستاذ كان بيعلم الأجيال يعني إحنا عايزين كلام موضوعي وبعدين المعلومات التي يتحدث عنها ينبغى أن تكون دقيقة ويكون صحيحة وسكوتي عنها معناه أن أنا بأقر بها مثل ماذا؟ شوية المعلومات غير الدائقة؟ الحوارات السابقة جوالات الحوار السابقة يعني أنجزت وساعدت على تنطيف الأجواء أما الذي جعل ما يطفع على السطح يبدو ساخنا هو الاتجاه الذي تجهت إلي جابية الإنقاذ التي يعني هو عضو فيها التي تجهت إلى العنف وتجهت إلى التخريب وتجهت إلى أطفال الشوارع وتجهت إلى البلطجية وتجهت إلى فلول النظام السابق تستدعيهم وتحشدهم وتنزل بهم إلى بعض الميادئين وتصدر صورة ذهنية وتريد أن تختزل مصر ذات الـ 92 مليون في شارعين أو ثلاثة في جزء من ميدان التحرير في الصنية بتاعة ميدان التحرير اللي فيها 38 خيمة و84 محتصب هناك اختزال مصر في هذا المشهد إنما هو خروج عن المصداقية وخروج عن الموضوعية ما يتعلق بتأجيل الانتخابات قلت لحضرتك منذ قليل إن في كل مرة كنا نصل عند محطة من محطات الاستحقاقات سواء استفتاء على الدستورة أو الإعلان التعدلات الدستورية اللي في مارس 2011 أو الشعب أو الشورى كانت تطرح نفس هذه النقاط وهذه الكلمات نحن نرى يا سيدي نمرت واحد أن خوض الانتخابات والوصول إلى المجلس النواب إنما هو استحقاق دستوري واجب على الجميع اللي يلتزم به ثانيا أن تكوين مجلس النواب معناه أن يبقى في سلطة تشريعية حقيقية ممثلة من الشعب المصري الأصيل فيه أطياف عدة كل الطيف جاء بثقة من الشعب المصري تتولى إدارة المنظومة التشريعية والمنظومة الرقابية رقم ثلاثة لا تنسى أن الدستور الجديد اللي واصفه الدكتور حسام بأنه الآثم أن هذا الدستور يعني أعطى السلطة التشريعية حق تكوين البرلمان حق تكوين الحكومة فالحكومة القادمة بإذن الله تعالى يشكلها الحسب الأغلبية والاقتلاف الذي حصد الأغلبية علشان يقوم بالبلاد عدل التشريعية تتحول إلى دكتور حسام إيسا لأسألك دكتور حسام البلد يعزين نوقف حالها نحن عايزين البلد تمشي نسف عوشة نظر دكتور حسام إيسا فيما يتعلق بالبدائل للمعارضة سيد أسامة دكتور حسام فيما يتعلق قطعتم الانتخابات أو تقولون بأنكم ستقاطعون هذه الانتخابات عمليا تقاطعون الآن جلسات الحوار الوطني ما البديل التي تطرحه المعارضة فيما يتعلق بيئة المشاركة على الأقل في الحياة السياسية فيما يصف في مصلحة البلد إذا كنتم تقاطعون والتظاهرات لا تغير في موقف الرئاسة الشيء يعني الجبهة المقاطع عمل سياسي بعد أقول للناس أنه لا يمكن أن يبقى فيه انتخابات حقيقية ولا يمكن أن تتم انتخابات في ظل عدم المشروعية الاعتداء على القانون إلغاء حكم القانون الاعتداء على المحكمة الدستورية العليا وماكلمناش الأخ الفاضل عن محاصرة على الديمقراطية الإخوانية في محاصرة المحكمة الدستورية التي لم يتكرم رئيس الجمهورية بأن يرسل أو يأمر بإرسال جندي واحد إلى هذه المنطقة عشان أعلى محكمة في البلد تستطيع أن تعقد جلساتها هذه هي الديمقراطية الإخوانية كيف يمكن للمعارضة أنها تدخل انتخابات في ظل هذا الوضع المفروض النزول للشارع ونحن نشرح للشارع إزاي أن هذا النظام بشكله الحالي يستند إلى دستور غير دستوري لأنه تم في ظل إعلان دستوري يخالف كل المبادئ التي يعني المتعارف عليها في كل الدول القانونية لا يشي كلامك دكتور حسان بأن المعارضة ليس لديها أي خطة بديلة حقيقة غير التظاهر ويعني اتهام الرئاسة بكل المآسي التي تمر بها مصر حاليا يا سيد الفاضل لماذا تسخر من التظاهر وهو بيسخر من الصينية يا سيد الفاضل الصينية هي اللي أسقطت حسن مبارك بنا بفكره بس بيقولي الصينية ما عندك شغير الصينية الصينية أنا بفكره أنها أسقطت حسن مبارك وحكمه الطاغي هذه صنية ميدان التحرير الذي أسقطت فمن نبي بلس سخرية منها لا الصينية قوية جدا وتأثيرها فعال للغاية شكرا جزيلا لك الدكتور حسام عيسى القيادة في حزب الدستور وعضو جبهة الإنقاذ المعارضة كنت معنا من القاهرة شكرا جزيلا لك سيد أسامة جادو القيادة في جماعة الإخوان المسلمين ونجدد الشكر لسيد محمود زاهر زاهر اللواء السابق في المخابرات المصرية كل الشكر والتقدير مني ومن فريق البرنامج مشاهدين على حسن متابعة إلى اللقاء اشتركوا في القناة